الناس عادةً تكره الشرير على الشاشة لكن الجزء العميق اللي جواها بيحبوه عشان كده أكثر الفنانين الناس حبيتهم هما الأشرار مش الطيبين طبعا يعني تلاحبه فريد شوقي توفيق بين بحول المليجي توفيق إنزاكي رستم الأشرار الأشرار غالباً الناس تحبهم ولكن لا تفسح عن الحب لكن ما في القلب في القلب لما سألوك لا 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 ده شرير أنا بخاف منه وبنزل تحت السرير أول ما أشوفه لقوا إزاي وتدمم لكن ده مش حقيقة ليه؟ لأن فيه جزء فيه جزء من الشر داخل كل إنسان ونفسه ما أسواها فلا ما أفجورها وتقواها فيه جزء شرير وجزء خارج عن القانون لأنه نفسح عنه وجزء إنك بتاخد حقك بدلعك أيضاً لأنه نفسح عنه هما بيحققوا لك البطل ده بيحققوا على الشاشة فالمليجي شأن أغلب الأشرار كانوا بيعبروا عن جزء كامل في ضمير الإنسان لا يفسح عنه أحب بولا